اه! اضروا! اضروا! التوتر في الشمال السوري متواصل في الرقة الاشتباكات مستمرة منذ أيام بين الدولة الإسلامية في العراق والشام وفصائل المعارضة الموالية لها ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتركزت هذه الاشتباكات في الريف الغربي لمدينة تل أبيض وسط قصف متبادل بين الطرفين بحسب مصادر المعارضة القتال بين الطرفين لا يقتصر فقط على الرقة ففي ريف تل حميس جنوب مدينة القامشلي في الحسكة دارت اشتباكات بين الدولة الإسلامية وفصائل المعارضة المحلية الموالية لها ووحدات حماية الشعب الكردي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وسلمت وحدات حماية الشعب الكردي جثامين 14 شخصا قالت إنهم قضوا خلال الاشتباكات قبل أيام أما في محافظة حلب التي شهدت انسحابا للدولة الإسلامية من بعض المناطق في الريف الشمالي تمكن فريق من الهلال الأحمر من الدخول إلى سجن حلب المركزي وإدخال الأدوية والأطعمة إلى السجن وسحبت جثامين مقاتلين من فصائل المعارضة كانوا قد قضوا في اشتباكات مع القوات النظامية في محيط السجن بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان كما تعاني حلب بالنقص في المعدات لإنقاذ العالقين تحت الحطام بحسب هذه الصور التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي أما في العاصمة فتعرضت مناطق في مدينة حرستة لقصف بقذائف الهاوى من القوات النظامية ودارت اشتباكات بين المعارضة والقوات النظامية على المتحلق الجنوبي بالقرب من مدينة زملكة كما دارت اشتباكات بين الطرفين على جهة الغوطة الغربية بحسب المرصد ومن الجهة الرسمية قالت وكالة سانة للأنباء إن الجيش أحكم سيطرته على مرتفع الكويت وبعض المرتفعات المحيطة بيبرود في سلسلة عمليات مركزة في المزارع والبلدات المحيطة بالمدينة وداخلها وفي دومة وعدر البلد وجوبر ودارية في ريف دمشق اشتركوا في القناة